كيف تم نقل الحديث بين السيد المسيح واللص ومن أين عرف هذا الحديث هل انتقل السيد المسيح للفردوس بعد الصلب كما قال اليوم تكون معي في الفردوس الرجاء الرد أولا نمرة واحد يحنى الحبيب كان واقف تحت الصليب ولم يتحرك وهو اللي كتب الكلام ده لغاية ما المسيح اطعن وشاف الدم والماء اللي خرج من الجنب ويقولك الشاهد عين هذا دي نمرة واحد نمرة اتنين ما تنساش ان الكتاب المقدس والاناجيلة كتبت به بالروح القدس والروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم يذكركم بكل حاجة طب ده انت كنت ممكن تنفعت لي سؤال تقول لي ازاي موسى عارف الست ايام بتاعت الخليقة هو موسى كان موجود طبعا ما كانش موجود لكن لما كتب سفر التكوين الروح القدس هو اللي ملاه سفر التكوين الله هو اللي عرفه بكل حاجة فدينا ومخلصنا بيقول لا تحلفوا البتة لتكن نعمكم نعم ولأكم لا وكل ما زاد على ذلك فهو من الشرير في اشعية 45 يقول الرب اقسمت بذاتي وخرج من فمي الصدق كلمة لا ترجع لانه لي تكسو كل رجبة ويحلف كل لسان كيف هنا يقول للرب يحلف كل انسان هذا فيه هو الارتقاء روحيا اتكلمت على الموضوع دي قبل كده وبعدين بقول سألت سؤال الحلفان حلال ولا حرام حلال وحرام حلال لمين لللي يملك وحرام لمين لللي ما يملكش حلال لللي يملك حرام لللي ما يملكش احنا كبشر لا نملك ايه الدليل بتاعي ان اي واحد ولا واحدة فيكم هيقوم قدام ربنا هيقول له ديني حساب ملكيتك هيحصل كده هيقول له ديني حساب ايه وكالتك الغنى وكالة والفقر وكالة فيبقى اذا هنا لما نجي نتكلم بنتكلم عن احنا لا نملك ومدام لا نملك المفروض ايه ما نحلفش والمسيح يسوع لما جيه قال لنا لا تحلف البتة قال السبب لا تحلف بالسماء مش بتاعتك ولا بالارض مش بتاعتك لا بالسماء كرسى الله ولا بالارض موتق قدميه ولا تحلف بشعر رأسك لانك انت ما تقدرش تزود على قمتك دراع ولا تغير شعر الشعر يبقى اذا انت لتكن نعم نعم ولأكم لا تيجي تقول لي طيب في العهد الاديم في العهد الاديم لان ربنا ملكهم بس ملكهم بشرط قال لهم اعطيكم ارض تفيد لبنا وعسلا بس الارض هي ارض عما نقيل وطول من انتم ماشيين كويس الارض دي ملككم عشان كده لا تنطق او لا تحلف باسم الرب الهك باطلا فكان مسموح لهم بالحلفان لانهم يمتلكوا لكن في المسيحية ما فيش ملكية لاننا غرباء على الارض